السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في قناتي اسرار كناري مع الواني اليوم اجيتكم واحد فيديو جديد اللي اقدر اوضح لكم في كل شبه طريقا اللي هي سهلة اللي كتبغيون شوما هي الطريقا اللي كتحبوه ان شاء الله اليوم اجيتكم الفيديو ديال انني عندي زوج ديال كناري كيفاش غادي بتعمل ماش نخصني نوفر لي كيفاش الاجواء اللي يخصني أنتظروا أنتظروا بشكل جيد موضوعا لديها التي سيقوم بها لكي تساولة الأخوان كي سووا لواني وغرقا رجيتكم وحتياتكم في هذا الامر اوضح لديكم وانشاء الله نحاول اني نبسط لكم وانشاء الله ايكب انتظروا اللي هي اللي هي مستعصية لكم وانشاء الله عبونوا معكم فلاشن ديالي على الجرس اخوان انا بغادي لتوكل على بركة الله بشلم اول شارك وانتظروا اللي بقاح على أمواني سهلة اعرف القفص. ان شاء الله عندي عند كثر القفصا هذا. وعندي اظهر القناري يسمحوا لي اخوان بعد التوتر في اللغة وهذه مهم سمحوا اي. مهم عندي ذكر ذي القناري اللي هوفر القفصا هذا. مهم اخوان لي يقدر يوفر يعني يقدر يوفر عنده المادة باش يشري قفص. يعني كبر من هذا. مش مشكل يقدر يستعمل هاد القفص هذا. هذا القفص هذا اللي هو أعلم قفص سيباريسيو وقفص أنك تخدم بيه أخطر في السردين حويش يخدم فيهم القفص هذا ولكن هذا أنا لم يستعملوا العملية في التزاوج يعني كان فضل سيباريسيو هال سيباريسيو اللي كان روس كتخدم ليه فاش كتخدم ليه عفو ولادي يعني كان بغيه حتى التفراخ أما في التزاوج انتو ما عارفين العملية اللي كتخدم بها أبو أعلي كان بغيه هات لقفص كان بغيه هات لقفص دكري وكفر يدوز في الحياة دي روكالم لا يعني يدوز فيه تقريبا ستة أشهر باش يعرف هات القفص بأنه روح ديالة ومنك تنقل الأنجة يتوقع الله مهم الإخوان اللي عندها سيباريسيو وغادي نشرح لكم ده باقي فاش الطريق هدي التعامل مع زوج دي الكناري ونحن لي هات القفص هذا مهم الإخوان راه راه كان واحد الحل آخر إخوان اللي ما كتوفرش عن المادة يعني باش تريق قفص كبير يعني بحاس سيباريسيو كان محرار القفص هذا في الوقت مني غاديك يكبرون مع كل الولدات غاديك تفطم هوم ريو اللي صعيب عنك أنك كيفاش غاديك تفطم هوم غاديك تلقم ديالكم وتنتف من هوم الريش بازعير دير مشاكل غادي يطراوليكم كان فضل أنا قفص كبير بحاسك يرسيب باش يطلعوا باقي الفريخات يطلعوا بساحة جيدة ويطاع الريش ديالهم كتامل فهديك الفترة الأولى ديال النمو ديالهم حيث هذلك الريش ينفعهم كيف يدفيهم ولكن مشكلة هو الطير منك يكون صغير خاصه هذك الريش اللي يمنحه واحد طاقة واحد حرارة ولما اخوان ما نحاوش انا نطوره لكم لديكم هذا القفص هذا يمكنك تفرق فيه الاخوان المعادة يمكنك تفرق فيه ويمكنك تفرق فيه ويمكنك تفرق فيه ولا يبركت لك الصعوبة ولا يريدك منك يكبروا كي يقول لي خاصك تدليهم على عملية اللي هي سهلة انك تولي تجيب قفص صغير بحالة داو تسقوا عليه بحالة دي الاب يمكنك الابناء دي رمها الطريقة هذي ولأم ما تنتبشلك الوليدات برريش اللي تحاولت تطيع الريش يعني تحاولت تعطيه الريش جديد بحيث الام تقول يتقلب عن أخوانك لكي تجيبها الابناء دي السهلين بجيبها الابناء دي هذا سهلين أخوانك من تجيب به بعض قادية هذي مهم هذا ورقين عندوها الطريقة هذي إنك تركب عش خارجي على الريش يعني طريقة هذي معروفة يركب حالك وكتخدم به في عمل يدي للتزوج ولكن انا لم افضلها بثافة اخوة اللي عنده قفز اخر يحاول انه يلاقيهم يعني دم قدش يشتريش قفوز الصغيرين ولاقيهم رتايل خدمة دينا ومزينة مهم انا غد ارجع معكم الخدمة اللي هي كم قولوا الخدمة اللي هي معهم فهن الناس كامين مهم خاص لي سيبارتيو طريقة هادية حالك يكون سيباري حاجز حاجز السلكي ونحن نقول انا هي عشبك اللي مهم كي كل هاجوج دي الحواجيز كذنستعملهم يعني في العملية دي الكوكلة اش كندل؟ كنشد الضكار كنحاول انني الضكار كنصبقه والولول لماذا؟ فاش انا مكراش الضكار يلوز واحد يومين ولا ثلثيين في القفص كامل بعده هادي كنبغيها بزاق انا الضكار يسبق يسبق في القفص ويدوز واحد المدة في القفص كامل ويعرف يعني الاطراف ديل القفص واركان ديله كامل لاش باش كي يولي يمتحكم في الونجا وكتجي ديك عملية ديك تزاوج سوينة ولكن اخوة الكين اللي كيكون عندو سيباراتو ما عندوش هادية ودي ودي مهمة هي طريقة ديل الكوكلة فنشدو اتكار فانتلقه وانتلقه اشباتو تيجي اشباتو وقناعس اللي في الديان شو ما راك تشوفو يعني تطويور ديك اللو غاديل التواصل راو اتكارو دا حبيبي اشباتو قناعس ما يل كنوفروا طائر المجس لما انا واحد حاجة كنفضل مجس واحد في القفص اخوة اللي كتكتر المجسات راه هاداك شي اللي كي كتكتر شحمة طائر خاصو يكون عندو مجس واحد باش بما يحباط يطلع وانا كنفضل ان المجس مني ما يكونش تزاوج يعني المجس يطلع هنا يعني في هذه المنطقة هاداك لانا الطائر باش يطلع تلفور وهبط انك يحرق وكي ميسكن دي الجناح دياله ويكون شوية قوي اما مني كتكون غادي نكوبلي كنفضل انني نهبط المجس هنا وكنجيب وهد نوع يدي المجس اللي غادي نحس بها انا صحيحة مكتزعزعش حيش اللي كانت بزاعدة المجس راكت كل عملية الحلقه ماشي صحيحة بنسبة مية في المية مهمة اخوان كنوفر المجس كنوفر مجية روغفة وشرابة ديال الماء وشرابة ديال الماء انا كنفضلها يعني ما تكونش حد المجس علاش لان طائر كياخد راح شوفيها مني كي وقف فوق المجس يعني كي وقف فوق المجس كي بدي يعني بحلاء غندي نقوله باتيك الطائقة ديال انه كي بدي دير فيها يعني حط فيها الماكلة ديالو بزاير دي الحويج يعني كياخد راح شوف غايد دير فيها اللي فهي مهم انا كنحاول انه الشرابة بعد الطائر لانه غايش يشرب منا غايش يشرب منا مهم باش فوق اللي ينقيها هي انني كنبعدها من المجس وكان جي اللي هي حاجة مهمة لي هي لوكالة ديالو لوكالة كان بيرابها طريقة هذه معارفين طريقة صحيحة ديالها وكان شد كان عمو الحق ومعارفين تشناير أكل الأساسية والطعام الأساسي لأبوه وكان الزوان والماء مهم الزوان والماء كيما بعرف في السوشي الميديا مو الزوان والماء وهذا الزوان والماء هيا طبيعي طبيعي ولكن لابا أنا غادي اخذي باش هذه الباطية ديالجير اللي كاشعرفوها راقين عندي باشي قم مصنوع باشي حول باشي تدخل المكوينات سهل في المتناول سنعتد بالأكد الباطي باشي لفقت والباشي لطبيعي لتواج مع خريص نجس أول حويج الذي سنضع لهم يعني الباطي ديالي كنستعمل هذا معروف المجوار عروف هذا الشيء يعني لا نكون أسر مجيالهم وكن نحاول أنه ينزيد يعني نوفر لي واحد يوكرة تانية كان نحاول أنه ندر فيها إما ندر فيها من يجرب يعني مع مسبق عديدة إلا كتبا غدين فورصة يعني نهيجه بحد سرعة كتبا غدين در فيها شيء خليطها ميرونج كما ندر فيها على أن الميرونج نزيد فيها شوية الخرطات باش ما نخليش المواد الدهنية يعني فيها بحد الكثرة نحاول أنه نوصل لهذا لهذا الدرجة هذي يعني تكون فحد الضياد ما تكونش يعني سوداء بهذا الدرجة ديالي كتشوفوا كتبا لكم هناك كتبا لكم هناك سوداء ولكن أنا كنخدم بها بحالك يعني هاي كتبا بيضاء أكثر طائر عزيز علي أن يأكل الحبوب الصفراء ولا الحبوب البراقة يعني الحبوب كما كانت يعني صفراء ولا ضراطة يعني الطائر كيبقى فيها راح شوما كتسبك بشليط أمرأك الكبير والأمرأة اللي كتستعصى أنك الدوية مهمة أترجعوا الموضوع ديالنا هذي نشدوا الأونتجاتي أجيها الكبيرة وانتوا مرارا في الأونتجاتي لنا هي نجلة حبيبة نجلة الكبيرة أين؟ أنا أقوم بإمكان الأمر لأرد كبيرة لن تخصم بشكل حدي وانتوا مجل أنا أنا لديك كبيرة أجيها لنا نقوم بها انتجيها وننفروا ليها لا يجل ووكل وبيالها نحن بإدلت ويهل بطريقة هذه يعني الوكلها لكم تعفو 때문에 أنا لم تعرف وغير كبير أي مكان دقاء او لأنتا من ياخدش يعني يقلح لي الزوان بالراق نشطوش رابتها هي كمما يكون أبو عالي كيف يشتغبها يا فرقونت يا فرقونت كما أحسن تكون فرقونت بيحتى لك الجمالية دقيق الطائر كتشوفة يعني حاول أنك ما تعلقش بهذه الموجهة بيحتى حتقاء ويحتى تواصل مع الطائر والمهم من هذا شي كامل هو عدم الحفار يعني السلبية تكون بفر هذا الطائر ومعرفة أنني كنزيد ركزها في ثميلونج ديالي وكلما كنت أتعرف بأنني كنخدم بعض الخلاطات هادو يعني الحبوب اللي كنركزهم مزيان في الخلاطات ديالي اللي هي زرية كتال إيناج نحن 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 نوفر لهذا هو الحبوب الحبة السوداء هذه ليست الحبوغ السوداء هذه هي ناجر اللي هي موجود جيدة وتعطيه واحد اللون وذون وذون المؤذ قمت لدينا ركز بعض الفئر وشعر فأنتم بمتعج طريقة التالية كنت أرى أن أرادت العش بأبو عالي لم يكن بمتعج العش ونرى التفاعل من العش لا أرى عش لا أرى العش لأنها ستطلب الأش وأنها ستطلب الأش وإذا كانت العش ونحاول أن تفاعل وأنها ستجد كذلك مما يغطي ما بين العش ونرى تفاعل الكنواح تفاعل تقريبا اربع ساعات او خمسة ساعات ونعاوض ارجع ونكرر العملية للإغلاق لان هذه العملية تساعد ان التكر والأنجا يجهزون معقب واحد سرعة لان التكر تتشوق الأنجا والأنجا تتشوق التكر وهذه هي العملية اللي هي مراه وفقيته بالإخوة عملية شوية لا يوجد عملية تتشوق الأنجا والأنجا تتفتح المجال والأنجا 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 أنهم يشوفون بعضياتهم ونقولون مرة في ثلاث شهر في هذه الفترات التي تكون حاولها تتشوق الأنجا والأربع شهر ولا خمس شهر ولا هادئ يعني تكون خدابة حتى تتشوق الأنجا يعني تتشوق الأنجا أولا نزاعين تتشوق الأمام إن شاء الله إخوان لكن شي تساؤل ولا شي توضي عليها قبل بيديوهات أنا موجود بحضركم فيديوهات وكنتمنى أنكم تقابونا ومعي أفراشين بيدي وما تنساوش أبو علي أبو علي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته